وصلنا الآن مشاهدين لفقرة شاشة التفاعلية ولستقبل معنا في الستوديو الزميلة نجاة بوتفسوت نجاة مساء الخير مساء الخير عبدالله سنتحدث اليوم عن محنة الاقتصاد الجزائري في ظل تراجع عائدات المحلوقات وتراجع الأنشطة الصناعية نعم عبدالله الجزائري طرت إلى طبع المزيد من الدنانير لمواجهة الانفاق تمويل الانفاق وسد العجز وهو الإجراء الذي يثير الكثير من المخاوف من زيادة التضخم في البلاد السلام عليكم يوصل الاقتصاد الجزائري تسجيل نتائج مقلقة في ظل تراجع عائدات المحلوقات وتراجع القطاع الصناعي وغياب استراتيجية حقيقية متفق عليها لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة في بلد عضو في منظمة الدول المسدرة للبترول أوبيك بلد يتدرر من استمرار انهيار أسعار النفط من تداحياته الكبيرة على توازنة المكر اقتصادية وعلى نشاط أغلب القطاعة الاقتصادية والمالكة للبلاد تعيش الجزائر وضحية اقتصادية حارجة بالنظر إلى أن النفط والغاز يشكلان أزيد من 94% من إيرادات التصدير وبما يدحو إلى القلق أكثر بحسب المالكات الجزائرية هو ارتفاع فاتورة الواردات وانخفاض انتاج المحروقات منذ عام 2006 الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الصادرات في هذا القطاع الحيوي من ضمن حسب بحالة الركود الاقتصادي في الجزائر استمرار عجز الموازنة بالنسبة للعام 2017 تتوقع البلاد عجزا نسبته 8% خفاضا من 15% خلال 2016 وهو ما دفع الحكومة إلى المصادقة على مسودة تعديلات قانون هدفها تأمين مصادر تمويل جديدة لتغطيكة عجز الموازنة يأتي هذا في وقت يتواصل فيه تآكل احتجاطات الجزائر من العملة الصعبة التي انتقلت من 194 مليار دولار عام 2013 إلى 178 مليار عام 2014 لتنهي عام 2015 في حدود 143 مليار في ظل توقعات بأن تتراجع إلى 97 مليار دولار نهاية 2017 وبسبب تراجع النشاط الاقتصادي توقع أن ترتفع نسبة البطالة التي قدرت سلطات الجزائرية هذا العام بحوالي 11.7% إلى ما يفوق 13% عام 2018 وأمام كل ذلك خفضت الجزائر الإنفاق العام بنسبة 14% خلال 2017 بعد تخفيضه ب6% عام 2016 وهي سياسة التقشف التي تسببت في تدهور الأوضاح المحيشية للجزائرين الذين نزلوا مرات عديدة إلى الشوارع للاحتجاج على تلك السياسة ولم تمنع هذه الأزمة المتواصلة منذ سنوات الجزائر من مواصلة سباق التسلح فحسب تقرير لمعهد ستوك هولم الدولي لبحوث السلام ما تزال الجزائر في مقدمة الدول المصنفة كأحد أكبر زبائن اقتناء السلاح في العالم بقيمة 10 ملايير و 654 مليون دولار العام الماضي وتفسر كل المؤشرات التي ذكرناها تراجح الجزائر في التقرير السنوي لممارسة الأعمال 2018 بعد حلولها في المرتبة السادسة والستينة بعد المئة من بين مئة وتسعين بلدا متراجعة بعشرة مراكز مقارنة مع تصنيف عام 2016 وتقدمت الجزائر في التقرير الأخير حال أربعة بلدان توجد في حالة حرب وهي العراق والسوريا وليبيا واليمان شكرا على المتابعة أعود إليك عبدالله شكرا لك نجاة بوتفصوت على كل هذه التوضيحات